سندي تايمز وما أدراك ما السندي تايمز واحدة من أهم الصحف البريطانية وأكثرها انتشاراً وأكثرها قراءة ومش هقول أكثرها احتراماً لكن هي منتشرة انتشار كبير لأن طبعاً في ناس لها مآخذ كبير كتيرة على صحافة التابلويد بشكل عام في بريطانيا لكن تبقى هي السندي تايمز طيب سندي تايمز عملت إيه؟ اتكلمت عن سيء الذكر؟ الحية لا اتكلمت عن حودة؟ برضو لا اتكلمت عن الحج الشيخ ميم نقطة سلاش إبراهيم العرجاني سندي تايمز عمل تقرير أو تحقيق مهم جداً لصحفية بريطانية بعنوان الشركة التي تخرج اللاجئين من غزة وتتربح ملايين الدولارات ده العنوان قدام حضراتكو بتقول أن الحكومة المصرية بتشعر بالقلق إذا منع تشريد جماعي لسكان غزة على أراضيها مخافة أن يتحول هذا لوضع دائم وبعدين بدأت تتكلم عن شركة هلا وإبراهيم العرجاني الحقيقة أن التقرير تتكلم على مجموعة من الأرقام ومجموعة من المعلومات المهمة تعالوا مع بعض كده نشوف قالوا إيه عن إبراهيم العرجاني ولو حضرتك لقيت لو حضرتك لقيت المعلومات دي قلناها قبل كده في آخر كلام ما تستغربش لأن الحقيقة الجماعة يعني بياخدوا وقت شوية على ما يعملوا تحيياتهم ويستوثقوا من الأخبار وبعدين ينشروا في حدث أصلا مش بريطاني فنهاية المطاف أن الصندي تايمز عمل بروفايل وسيفي جميل للحق إبراهيم العرجاني تعالوا نتعرف عليه مع بعض بتول النهالة هي واحدة من شركات مجموعة العرجاني التي يمتلكها إبراهيم العرجاني الشركة اللي ليها صلاة قوية بإدارة الأمن وموظفيها ضباط سابقون بالجيش المصري أطلقوا على إبراهيم العرجاني لقب جميل جدا برضو ده من الحاجات اللي هنعتمدها في آخر كلام خلاص يعني أتمنى الزمل في فريق الجرافيكس وكده أي حاجة عن إبراهيم العرجاني لازم يكتبه جنبه ملك المعبر ده المصطلح اللي التايمز أو الصندي تايمز في بريطانيا اعتمدته أو أطلقته على الحق إبراهيم فإحنا بنتكلم عن ملك المعبر وسيء الذكر خلاص عرفنا ده وده سيء الذكر عفتاح السيسي ملك المعبر إبراهيم العرجاني فهم أطلقوا عليه ملك المعبر بسبب سيطرته على نقطة الدخول والخروج الوحيدة وبعدين بدأت بقى تعدد السي في بتاع الرجل السيناوي العصامي الوطني جدا البطل من أبطال سينا اللي الحمد لله ضحى لجل بلده ولجل من نعيش ولجل من نشوف النهار ولا نعيش الانتصار الراجل ده بتقول الساندي تايمز أنه تسجن عام 2008 لما خطف ضباط شرطة انتقاما لقتل أخيه وقاله كمان أنه هو قعد سنتين في السجن وبعدين أطلقه صراحه في سنة 2010 عشان يؤسس شركة أبناء سينا بعدين بدأت الساندي تايمز تكلمنا عن البيزنس بتاع ملك المعبر أنه سيطر على طرق الشاحنات في شبه جزيرة سيناء من خلال التحالفات القبلية وتشارك اليوم الشركة في توصيل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر اتكلم عن موضوع شركة أبناء سينا وأنا حكيت لحضراتكم بكلام ده كتير قبل كده عن أبناء سينا للوجيستيكس وأبناء سينا للتشييد والمقاولات والفرق ما بين الاتنين وخلينا أضيف لحضراتكم حاجة هنا طالما سندي تايمز قالتها أرجع أفكركم بحاجة إبراهيم العرجاني عنده أبناء سينا لها فرعين فرع اللوجيستيكس الخدمات اللوجيستية الشركة دي عملت عاقد مع هيئة الموانئ فهي اللي عملت تطوير لميناء رفح ومعبر رفح ومأجرة صالة كاملة الصالة الرئيسية في معبر رفح بتاعت شركة أبناء سينا للوجيستيكس بتاعت العرجاني وعندنا وكمان مسؤولة عن المساعدات أو اللوجيستيكس هي المسؤولة عن كل المساعدات وأبناء سينا للتشييد هي اللي أجرت المعبر فالعرجاني محزم القصة أو ملك المعبر محزم القصة من كل الجوانب نرجع للصندية طايمس بتقول أنه في 2015 أسس العرجاني شركة مصر سيناء للتنمية والاستثمار التي تملكها الدولة وبعدين دخلوا على الحتة المفاجأة بالنسبة لي والحتة الحقيقة اللي أنا عارف أن الحج إبراهيم يعني مش هيبقى ممتن ليا قوي أن أنا اتكلمت عنها من فترة قالوا أنه أنشأ ميليشيا مسلحة اللي يتحقق بالسيناء بدعم من الجيش المصري لمحاربة الإرهاب في سيناء وأصبح رئيس اتحاد قبائل سيناء المذهل في القصة يا جماعة في حلقة من شهر تقريبا أو شهر ونص استعرضت مع حضراتكو فيها صورة الاستعراض العسكري اللي عملته فرقة كتيبة فرسان الهيثم اللي هي ذراع مسلح في ميليشيا التحقق بالسيناء لما عملوا استعراض عسكري وجبت لحضرتك الحرة الأمريكية وهي عاملة تقرير عن الموضوع وجايبة الصور وقالت إن الفيديو تم حزفه الصورة بتاعت فرسان الهيثم وهم بيعبلوا استعراض عسكري ووراهم إبراهيم العرجاني والسيسي كانت منورة السندي تايمز كانت منورة وبيقولوا إن دي ميليشيا اسمها كذا كذا بقيادة إبراهيم العرجاني اتكلموا كمان إن إبراهيم العرجاني هو الراعي الرسمي الأهم والأكبر للنادي الأهلي المصري أهم نادي في إفريقيا نرجع نشوف باقي التقرير قالوا إنه هو الراعي الرسمي للنادي الأهلي وقالوا كمان إنه في 2021 حصل على عقد بخمسمائة مليون دولار من الحكومة لإعادة بناء غزة بيقولوا كمان إنه هو بيشارك في رؤية عشرين ثلاثين الخاصة بولي العهد السعودي محمد بن سلمان والسطر ده أنا عايز أتوقف عنده شوي ليه ليه رجل أعمال مصري سيناوي بطل من أبطال سينة ولد من أولاد مصر ابن من أبناء مصر البرين مقرب من السلطة مقرب من ابن رأس السلطة ليه أقرأ في صحيفة بريطانية إن رجل الأعمال ده اللي بيضرب به المثل وبيورس ابنه وبيقال عنه إنه هو كابتن طيار ومش عارف إيه ليه الرجل ده بيطلع جزء من مشروع بلد تاني ليه ليه أقرأ كمواطن مصري عن مواطن مصري آخر إنه جزء من رؤية دولة أخرى بأمرت إيه يا جماعة طب إيه دوره طب ليه ما فيش مؤسسة مصرية بتتكلم عن ده طب النيابة العامة عارفة بالكلام ده طب المخابرات عندنا عندها علم ولا أنتوا اللي بعتين طبعا بس الأسئلة يعني قد تكون سازجة جدا في حالة ملك المعبر يعني لكن لازم تتسئل أنت بتعرف أنه في مواطن مصري جزء من رؤية دولة أخرى والكلام ده مكتوب في صحيفة بلد تالتة يعني قصة غريبة جدا عندك مصر وواحد من ولاد مصر وعندك بريطانيا وصحافة بريطانيا وعندك السعودية ورؤية السعودية فبتلاقي الصحيفة البريطانية بتقولك أن صاحبك المصري هو جزء من رؤية البلد الأجنبي اللي اسمها السعودية وانت ما تعرفش وما حدش عندك يعرف طب ده بقى مرت إيه طب هو جزء في أنهو إطار يعني هو مثلا معاهم في تيرانو صنافير مع إسرائيل ولا هو معاهم في رأس جميلة بيجاهزها لهم ولا هو معاهم في مشروعات استثمارية كتير جدا أعلن عنها بين مصر والسعودية في الكم سنة اللي فاتوا ولا هو بيشتغل معاهم في مدينة نيوم لأن نيوم لها جزء في مصر وجزء في الأردن فهو واخد جزء في مصر هو شغال في أنه جزء إبراهيم العرجاني شغال مع مين يا جماعة؟ إبراهيم العرجاني شغال مع محمد بن سلمان بأمارة إيه؟ إيه علاقته بتركيا الشيخ؟ إيه علاقته بمبسي مصر؟ إيه علاقته بمحمد بن سلمان نفسه؟ إبراهيم العرجاني هو شريك في جلوبال أوتو وبي ام دابليو مع واحد سعودي وواحد كويتي هل ده الجزء اللي ليه علاقة باليوم؟ لا أعتقد لا أعتقد أن دي رؤية عشرين تلاتين موضوع أكبر من كده فهنا ساندي تايمز بيفتح لنا طرف خط جديد لازم ندور وراه ولازم نشوف إيه العلاقة ما بين العرجاني وبين محمد بن سلمان والعلاقة دي بتخدم الأمن القومي المصري ولا لأ؟ برضه أقولك تاني ده دورك كمواطم مصري ده مش تشكيك في الراجل يا جماعة ده مش إهانة لحد بالمناسبة ده أمر طبيعي جدا إنك تعمله لو أنت مواطم مصري حريص على بلدك لازم تعمل الكلام ده طيب إبراهيم الأرجاني بيكسب كام تعالوا نشوف المفاجأة التانية اللي ساندي تايمز قالت هالنا في التحقيق ده بص سيدي بيقولك إن هالة رفعت تمن الخروج من غزة لخمس تلاف دولار حققت شركة هالة الرقم ده الزملاء حولوه لك بالجنيه هما كانوا كاتبين تمانية وتمانين مليون دولار في غضون أسابيع التمانية وتمانين مليون دولار لما حولناهم في تسعة واربعين لأن الدولار بتسعة واربعين زي ما أنت عارف فطلع الرقم أربعة مليار ومئتين مليون جنيه يعني إبراهيم الأرجاني في كام أسبوع دخل جيبه أو جيب محمود أو جيب السيسي أو أيا كان مفيش حاجة اسمها أيا كان يعني يا أيا كان يعني يين أنا بتكلم على فلوس دخلت مصر وأنا مش عارف هي راحت فين إزاي يا جماعة هل ده منطق يعني شوفوا أنا بقول الكلمة الكلمة نرفزتني والله العرجاني أو محمود أو أيا لا مفيش حاجة اسمها أيا كان الفلوس دي دخلت فين الفلوس دي راحت لمين مين اللي خدها دخلت خزينة الدولة ولا دخلت جيوب بني أدمين ولو بني أدمين مين دول أجهزة الدولة الرقبية فين من الكلام ده إزاي ما بترقبش إزاي ما بتحسبش إزاي ما بتقولش الفلوس دي جات إزاي وراحت فين فلوس دي دخلت بالدولار ولا بالجنيه لو دخلت بالدولار راحت البنك المركزي ولا لأ لو راحت البنك المركزي تصرفت في إيه أسئلة كلها منطقية انا بكلمك في منطق اي بلد في عقل اي بلد في ضمير اي بلد في فلوس داخلها فاحنا عايزين نعرف الفلوس دي راحت فيه انا بشي بكلمك بالوقتي في عار ان الفلوس دي بتاعت فلسطينيين خلي بالك ده لفل اعلى من الحقارة والانحطاط اتكلمنا فيه كتير انه اصلا المبالغ اللي انا بكلم فيه دي واخدها من دم الفلسطينيين اللي هم بيتقتلوا بقالهم قرب السبع شهور انا بشي بكلمك في ده ده مرحلة من الانسانية بعيدة عن ملك المعامر لكن 88 مليون جنيه 4 دولار 4 مليار جنيه في اسابية نرجع نكمل قال لك يا سيد ان الاسماء زادت في القوائم بتاعت التنسيقات من 295 ل 475 اسم ارتفع متوسط الارباح من 72 مليون ل 96 مليون جنيه برضو الزملاء هنا محولينها بالمصري هم كانوا كاتبين في التقرير من مليون و 200 الف دولار لتنين مليون دولار يوميا 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 ابراهيم العرجاني ملك المعبر بيدخل 2 مليون دولار يوميا اضرب في 49 يعني تقريبا 98 او 96 مليون جنيه يوميا قول 100 مليون جنيه يوميا طيب مجموعة من الاسئلة السريعة الفلوس دي من دم الفلسطينيين بتروح فين اول سؤال سيء الذكر نسبته كام لو فيه 2 مليون دولار يوميا 100 مليون جنيه يوميا سيء الذكر بياخد منهم كام محمود ابنه بياخد منهم كام فيه كم زابط جيش بيستفيد من اتوات الفلسطينيين عباس كامل بياخد فلوس ولا راح في الرجلين دول اربع اسئلة منطقية ومهمة ايضا لكن الختام الحقيقة هنربط ما بين الفقرة الاولى والتانية والتالتة احنا عندنا سيء ذكر بيعمل صور للمركابة ويمسحها وفيه توطر وعلاقته باسرائيل غريبة جدا وبعدين عندنا نفس سيء الذكر بيقول لك دخلوا ولادكو برمجة وهاديون 100 الف دولار وهو فاشل اصلا في موضوع عربيات الخضار تراني اقول سجع الدولار وخضار وبعدين عندنا ملك المعبر اللي شغال مع ابن سيء الذكر وبيصمصر 100 مليون جنيه في اليوم ودخله 4 مليار جنيه في كام قصبوه حلو دي الصورة جميل اوي ملك المعبر اللي هو معرفش مؤهله ايه الحقيقة اضارب شهادة ولا واخدها ولا عامل ايه الراجل ده اللي بيطلع 100 مليون جنيه في اليوم تعال انقرنه بقى بالمبرمجين والدكاترة والصيادلة والمهندسين والمعلمين ونشوف مصر العرجاني والسيسي فين ومصر اللي حضرتك عايش فيها فين تعال نشوف مع بعض ملك المعبر اللي بيكسب افضل من المبرمجين الراجل ده خلاص الزملاء سبته انه بيكسب 96 مليون جنيه كم يكسب الطبيب في مصر شهريا من 4000 ل9000 جنيه يوميا من 133 ل300 جنيه يعني لو الدكتور بياخد المكسمم 300 جنيه في اليوم فالعرجاني بياخد في اليوم 96 مليون جنيه في اليوم في اليوم ركز معايا الرقم ده مش في الاسبوع ولا في الشهر ولا في السنة ده رقم العرجاني في اليوم وفقا للسن دي تايمس الطيار في مصر بياخد مرتب 15100 جنيه شهريا اليومية بتاعت الطيار 503 جنيه يومية العرجاني 96 مليون جنيه المهندس في مصر بياخد شهريا من 8 ل 12 ألف جنيه يوميا من 266 ل400 جنيه المبرمج في مصر بياخد شهريا 30 ألف جنيه وفقا لمواقع مختصة ويوميا حوالي ألف جنيه شفت المبرمج بيكسب كتير ازاي 1000 جنيه العرجاني بياخد 96 مليون جنيه في اليوم الواحد هي دي مصر باختصار اللي احنا عايشينها اتمنى من حضراتكم بكونوا خدتوا لقطة للشاشة أو سكرينشوت الصورة دي هنشرها بعد الحلقة على تويتر وهتلاقوها موجودة لان الصورة دي لازم تنتشر عند كل الناس عشان يعرفوا ملك المعبر المسنود من محمود ابن سيء الذكرى عبد الفتاح سعيد خليل السيسي بياخد كام في اليوم وباقي الشعب المصري بيقبط كام في اليوم وفي الأسبوع وفي الشهر وفي السنة